اخ كريم ايضا بيقول شيخ انا امارس العادة السرية وما اقدر اتركها ماذا علي فعله ممكن تساعدني يعني ماذا اقول اقول لك عليك ان تتزوج وهذا يعني افضل لك انه اددت امرأة حلالا ان تتزوجها فتغضي معها وترك اولى لك من نسل هذا الذي يمكن ان يضرك صحة ان قال بعض الاطباء في ذلك اما انا اما يعني المسألة الفقهية قد اعرض الفقه وقول المسألة خلافية لكني ادين الله وهنا المسألة جمهور العلماء يرون بحرمة بحرمة العادة السرية لقول الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت اي منهم فانهم غير ملومين مفهول مخلفة الا ما يكون الزوجة او الامة فهو ملوم ومن ذلك العادة السرية ولان النبي قال يا ما عشر الشباب من اصطعب لكم الالباءة فلا تزوج فانهم يقال فانهم يستعف عليه بالصوم فانه له وجاء فليتزوج فانه فعليه بالصوم فانه فلما يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ولم يقل له عليه بالعادة السرية فالمنع من ذلك وانا اساعدك في هذا الباب العادة السرية لا يصب اليها العبد الا بشيء انه يريد يعني ينظر لشيء يشاهد الافلام الابحية يشاهد اه هو هو ده مضطر يعني هو لما يرى ذلك بيفعل بيفعل هذا فانا اقول لك لا تخلو بنفسك الامر الثاني لا تشاهد هذه الافلام هذه هذه مصيبة كبرى لانه اصلا فيها اكثر من اثر النظر العرات والنظر الحرام وهذه ايضا تهيج المشاعر وتجعل الرجل معلق في الزهن في هذا الباب والامر الثالث انا كما قلت لا تخلو نفسك انك تكسر من الاستغفار تكسر من ذكر الله جلالفعله تكسر من السلوات سهم الايمان اذا على انخفض المنسوب الاخر يعني حتى يقل باذن الله تعالى وكما قلت سارع بالزوج الزوج الاولى والثانية والثالثة والاربيع على كذلك